اشتركوا في القناة ام يوسف هذا القبر هذا كلام احنا في عصور التخلف لما تخلفنا ارجعنا شوية وثنيين بمعنى اذا بتلاحظوا الاباء والاجداد صاروا يخترعوا هنا النبي كذا وهنا النبي كذا وهنا النبي كذا وهنا النبي كذا وهذا الولي الفلاني وهذا الولي الفلاني التفاصيل هذا في عصور ايش عصور الانحطاط وتحول الناس الوثنيات وكأنه يا سبحان الله الناس بيحبوا هيك آثار ولو كذبوا عليهم أنه يستشعر اتجاه هذه الآثار شيء واليوم في كثير من القصص اللي تروى أنبياء وهذا المكان وأجنبه هون وقاعد هذا كلام كله كلام كله كلام لأنه أصلا مرت على المنطقة أزمان طويلة ما كانش فيه ناس مؤمنين به حتى يقولوا ولا هون قبر رحيل ولا هون قبر فلان أما يرجح أنه يكون مثلا في الخليل إبراهيم عليه السلام مدفون طبعا لذلك بعض علماء المسلمين بيقول لم يصح أصلا في التاريخ إلا قبر رسول صلى الله عليه وسلم لأنه منعرف أنه من وقتنا توفي رسول صلى الله وسلم إلى يومنا هذا لم تخلوا المدينة من ساكن لم تخلوا المدينة من ساكن خلاص ثابت المسألة لأنه مسكونة مصرش انقطع زي ما يصير في قضية يعقوب مؤصلا يعقوب سافر إلى مصر وقعده 450 سنة رجعوا وعرفوا وين قبر رحيل تبعتوا كيف لكن أنه الرسول صلى الله وسلم مدفون في المدينة معروف ليش لأنه من وقت على الآن لم تخلوا المدينة من ساكن مسلم بشيء يقول هذا قبر الرسول صلى الله وسلم ثم يأتي بالدرجة الثانية المغارة التي دفن فيها إبراهيم عليه السلام طبعا أنتم تعرفوا الحرم الإبراهيمي اللي بتشوفوها هاي زي قبور فوق السطح في الداخل هذا مش قبور هذه مجرد كلام يعني محطوط لو قبعتها أنت فيش شي بلط لأنه تحت موجود إيش المغارة الضخمة اللي ممكن دفن فيها إبراهيم عليه السلام ومين كمان بتلاحظوا أنه دفن فيها ثم اشتركوا في القليل